السلام عليكم حبوباتين اتمنى تكونوا كاملا بخير على خير وانتم ما كتشاهدو هادلا فيديو هادي اليوم كيف ما كتشوفو غادي نشارك معاكم تحت طلب بعض الاخوات بغوم موضيلات ديال الدرس يكون خفيف غادي نشارك معاكم بعض الاشكال ومن بينها هاد الشكل هادا يجي بها الطريقة هادا يجي خفيف تجي فيه هنا واحدة السنسلة كنخدمو السنسلة هول الول بهالطريقة هادا عادة باش نخدمو فوق من هاد الدرس يجي على هاد الشكل هادا بدأوا على بركة الله اهنا كفما قلت لكم غادي نبدا معاكم السنسلة هالهولا كتجي تحت عادة باش يجي فوق منها الدريس هادا بالنسبة لهذا السنسلة كتجي كتجي زوينة مع الدرس من أحسن أنكم تصبقوا دائماً هذه السنسلة عادة باش تتخدموا فوق منها الدرس كتعطي واحد شكل زوين وأنتم بك فيما كتشوفون بعد ما دخلت الخيط ديلي هكذا في التوب هنا غنطلو على الخيط الفوق نضرب هكذا في التوب نخشي الابرة تحت الخيط في هذه الطريقة نجر الخيط ديلي ندخل هنا الابرة هنا ربط الخيط اللي بتحت ندخل الابرة ديلي هنا في هذا الخيط هذا واللوي هكذا جوجلويات ونجر هكذا الخيط ديلي في جهة الأعلى بالطريقة هادي هذه الخطة الثانية لفوق نضرب هنا في التوب دائماً لبرة كتدوز من تحت الخيط يعني كتدوز من وسط الدائرة اللي عندي كتدوز من تحت الخيط ونضرب هنا في التوب هكذا ندخل الخيط ندخل الخيط ندخل الخيط ونضرب يونجل الخيط نضرب لأسفل الخيط خذ ندخل الخيط ونلوي هكذا جوجلويات نجر هكذا نجر هكذا في الجهة الأعلى دائماً الخيط نضرب الجهة الفوق نضرب في التوب خذ دائماً تحت الخيط كده نجل الخيط ديالي من بعد كنهبطو الخيط وندخلي برفض العويني عدنا ونلوي هكده جلويات جلو الخيط لجهة الفوق كده هنتابع سنسلة بنفس الطريقة كيف ما قد لكم ركا تجي تحت الدرس كتجي زوين احسن من انكم تخدموا الدرس مباشرة عليكم كده الجلو بتلحظوه اولا قفطان من افضل انكم بتطيرو هده السنسلة هدي اولا جو صفوفة ديال راندا تعمو كي يجوزوا وينهن جو صفوفة يعني يجوز ضربة ديال راندا كتخدموهم بعد باش كتخدمو عليهم الطرس اشتركوا في القناة طريقة هدي هنكمل الخدمة ديالي بنفس الطريقة ونرجع معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بهذه السنسلة هذي سنبدأ معكم الدرس. ندخل لبراه هنا في هذه العوينة من الأولى خدمت طريقة هذي دائما نخيط الجهة الأعلى هذي نضرب هنا في الغرزة لحدها هكذا ندخل لبراه نفس الضربات اللي ضربنا في هذه السنسلة التحتانية هكذا نضرب ضربة واحدة دائما نخيط الجهة الأعلى نضرب الغرزة الثانية هما هنا عندي الغرزة هجوج غرزات عندي هنا نزيد هنا ضربة أخرى في الطريقة هذي هذي في الغرزة الثالثة هنا هذي نضرب الغرزة التحت وندخل لبراه هنا بلوي هكذا الجلويات أولا ثلاثة ونجر الخيط الجهة الأعلى بحد الطريقة هذي هنا غندير السنينة لخيط الجهة الأعلى ندخل لبراه فد العوينة هذي ونجر الخيط الجهة اليسار كده هنا بش غندير هنا السنينة دي الواحد ها هي كتجيب هالطريقة هذي خيط الجهة الغرزة الأعلى نضرب هنا في الغرزة اللي إحداها نزيد ضرب أخر إحداها هنا نتابع معي شنو غادي ندير هنا غادي نهبط الخيط الجهة الأسفل ونضرب في هذه السنينة هذي هكذا يا دائما اللي براه تحت الخيط هنا ما نزيروش الخيط هادا خليه شوية هكذا مرخوف دائما نجيه انها صار الخيط هنخلي هنا فيما هنخليت غرزة وضربت في الغرزة اللي إحداها هنخلي هاد الغرزة هذي نضرب هاد الولانية دائما لبراه تحت الخيط هنخلي هاد الخيط شوية مرخوف بالطريقة هذي نرجع هنا نخلي خيط الجهة اليمين نرجع هنا نضرب هاد الضربة هذي الوسطانية بالطريقة هذي لبراه دائما تحت الخيط هونغان غندي ررواحة الخيطة باش نخدم عليهم نحبك عليهم هنا غادي نرجع لهاد الضربة هذي هية والطريقة هذي نخلي الخيط الجهة اليمين نحوذ نرجع لهاد الوسط هنا هاد الضربة هايا هاد نعود نضرب في هذه الغرزة اللي بديت فيها من الأول هكذا زي الخط يعني هنا كيفما كتشوفوا من بعد ما كونت هنا وحتلسات الخيوطة همه همه هدي نرجع خط الجيهة اليسار وغادي نحبك على هاد الخيوطة اللي عندي هكذا لأيما الخط الجيهة اليسار البراء هكذا كتدت من وسط هاد الدائرة هدي اللي تكونت عندي هنا ما كان ديش بحال غرزة الراندة هنك هنحبك هكذا نحبكوا الى هاد الخيوطة هادو دائما البراء قدوز من الوسط نزير نجر الخيطة الي هكذا نزير هاد الغرز باش يجي الدرس ووقف نحبك حتى نعمر هاد الخيوط هادا كيفما كتشوفوه هنه غا ندوز لهاد الجيهة نخلي هاد الوسط ندوز لهاد الجيهة الثانية هنه غا ندير ضربة دير الراندة بهاد طريق نخلي خات الجيهة الفوق ونضرب ندوز لخيط من هاد العوينة الي عدي هنا يا ندوزها من تحت الخيط هنه يم بعد ما خدمت هكذا نضربة بحضة دير الراندة ندخل الخيط او اللي اعرفوا اللي بردي هاد في هذه الخيطة هادا فضل غرزة وهو هكذا نجر الخيط الي هاد او اللي ثلاثة ننجر الخيط الي هاد الي جيهة الأعلى هنه غا ندير عوثاني سنينة بحال السنينة ندرت لتحت دائما الخيط الفوق ندخل اللي بره هنه فضل عوين هادا ننجر الجيهة الياسا ها ندرت السنينة ديالي هنه من بعد نهبط الخيط الي جيهة الي تحت ونحبك على هاد الخيط هادا كيف ما درته هنه حتى نعمر الخيط دائما هكذا نجر الخيط الي جيهة الأعلى باش كنزيروا هاد الدربات ويجينا الدرس واقف هنعود معاكم محتخرة هنه غادي نخدمه هاكذا غرزة نخد دائما نجيهة الأعلى ندير غرزة أخر أحداها ندرت هنا جوج وهادي هي الثالثة ها هي الغرزة الثالثة هي اللي غادي نخدم فيها سنينة ندخل هاكذا الابرة في هذه العوينة ونضرب هاكذا ثلاثة اللويات باش تجيهة سنينة واقفة نخيط الجيهة الأعلى دائما نخشيل برا هاكذا في هذه العوينة هادي ونجر الخيط الجيهة اليسار باش ننكون هاد السنينة هادي من بعد هذه الخيط الفوق ونضرب هاد الغرزة هادي نضرب هايا غرزة واحدة جوج غرزات باش تكون مسافة بين السنينة وهنا نفس المسافة اللي هادي هادي جوج غرزات قبل سنينة من بعد سنينة ندير جوج غرزات هنا غادي نرجع خلي الخيط الجيهة اليسار نرجع الى هاد السنينة هادي هاكذا دائما الابرة قدوز من تحت الخيط نخلي هاد الخيط دائما شوية هكذا مرخوف باش نحبكو عليه دائما الخيط الجيهة اليسار هنخلي هاد السنينة هادي نضرب في الغرزة اللولة ها هي هاكذا دائما هاد الخيط نشدو هاكذا نخليه شوية مرخوف هاكذا نرجع نخدم في هاد الغرزة هادي كده نرجع هنا الواسط دائما الابرة تحت الخيط نجر الخيط ديالي خلي شوية هاكذا مرخوف نضي روش نضرب هنا في هذه الغرزة اللولة نية اللي بديت منها نرجع لها انا كيفما كتشوفهم بعد ما قدرت ثلاثة ديال الخيط هنا ما رضيتش لبل تقطع لي الفيديو غادي نكمل معاكم نرجع لخيط الجيهة اليسار نحبك هنا حبكات فوقات الخيطة نضيفهم دائما الحبكات هاكذا كنتظيرهم لا شي شي ما تتترضى ونقف ما يجيش ماخي نحبكو حتى نعمره دائما في الحبيكرة البرك ادخل من وسط من وسط الدائرة اللي عندي هنا من بعد ما عمرت الخيط ندوز الخيط للجهة اليمن سوف نضرب هنا فضل عوينة هذه لحدها يعني الجهة الاخرى هكذا نضرب واحد الغرزة هنا بحل الغرزة ديال راندا ها هي نرجع الخيط الجهة اليسار ندخل البر فضل عوينة هذه واللوية الخيط هكذا ثلاثة اللويات باش غندير عوتان هنا ندر هذا الدريسة ها هي الواحد ندوز الخيط الجهة اليفوق ندخل البر فضل عوينة هذه ونجر الخيط الجهة اليسار هكذا هيا باش ندير هنا ها هي السنينة ها هي نهبط الخيط الجهة اليتحت ونحبك نعد الخيط الجهة اليسار هكذا نحبك حفقات سنعمر الخيط كامل هنا من بعد ما عمرت هاد الخيط هاد احبكت عليه ده الخيط لجهة الفوق نضرب هما في نفس الغرزة هكذا هي نزير هكذا هاد الترئيسة هادي باش تجيني وقفه بهذه الطريقة كي يجي الدرس ديالي كي يجي خفيف نتمنى ان طريقة الشرح تكون واضحة هذا هو الشكل النهائي ديالو كي يجي في الحقيقة درس اللي هو خفيف وزوان ولي كانت اول مرة كتشوف القناة ديالين نتمنى انها انت عمني بلايك وابوني وتفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله